لازم يبدأوا رحلة العبور من الأنا إلى نحن فالزواج ميساقى رليز بمعنى أنه بيوسق العلاقة ويربطهم مع بعض بشدة فالرابط بينهم مش اللي هو ما يملوه الرابط بينهم هو الله فلازم كل واحد يشوف التاني محراب ثالث حاجة لازم هي تتخلى عن السيناريو اللي عندها أن هي عا تستعيد الماضي وهو يتخلى عن السيستم أنه هو يدخلها في وسط الآلات ووسط التروس الموجودة لا لازم الاتنين يتخلوا عندها آخر حاجة بنكلم فيها قبل ما أقول لكم شوية إجراءات أن هما لازم يتعاملوا مع الله سبحانه وتعالى أن العلاقة بينهم لابد أن هما يروا الله سبحانه وتعالى فيها عشان يقدروا يستمر نعمل إيه بقى؟ أول حاجة لازم يعودوا مع بعض ساعة أنا بسميها ساعة التصافي ساعة يتكلموا فيها عن احتياجاتهم عن احتياجاتهم بالطريقة اللي أنا أقولها دي إيه الطريقة اللي أنا بقولها؟ تقوله أنا محتاجة كذا ما تقولهش وانت ما عملتش لأ أنا محتاجة كذا بس أنا محتاجة أن أنا لما أزعل تحضنني أنا محتاجة أن أنا لما أتصل بيك ترد علي أنا محتاجة وما تقولهش بقى وانت ما تردش تقول هي بس محتاجة إيه أنا محتاجة ونس أنا محتاجة حد يسمعني أنا في أوقات كتيرة ببقى خايفة محتاج أحد يطمني بس وهو يقول أنا محتاج هدوء أنا محتاج ساعة طيب الساعة دي لو أنتوا بتسمعوني وأنتوا عندكم الكلام ده تعملوا الكلام ده الساعة من 8 إلى 9 النهاردة ومحتاجين إيه كمان؟ محتاجين بشكل واضح يبقى عندكم نص ساعة ببساطة خالص تتكلموا فيها عن المستقبل والساعة وده يومي الساعة اللي أنا قلتها ساعة التصافي دي رقم واحد بنعملها مرة واحدة وبعد كده كل يوم عندنا نص ساعة بيتكلم فيه عن المستقبل والساعة ده مستقبل الأولاد مستقبلنا حياتنا وساعدتنا هتكون ازاي؟ تاني تالت حاجة محتاجين لمتنان يعني ايه؟ كل واحد فينا يمتن للآخر عن حاجات حقيقية بتحصل كل يوم محتاجين ايه تاني؟ محتاجين حاجة مهمة محتاجين خروجة أسبوعية دي مش داعوا على عشا عشان ما تبقاش مكلفة لكن محتاجين خروجة أسبوعية حالة التنبي كان يسير مع السيدة عائشة ويخرج مع السيدة عائشة فاحنا محتاجين خروجة أسبوعية خروجة أسبوعية نخرج نشرب حاجة ونرجع تاني محتاجين خروج أسبوعين عشان نجدد العلاقة مرة تانية وتتذكر ذكريات الخطوبة ونرجع مرة تانية ما تأخر من بدأ محتاجين كمان عمل مشترك نعمله مع بعض نعمل مع بعض نقرأ مع بعض نشوف حاجة مع بعض كل الحاجات دي هتجدد العلاقة مرة تانية ونخرج من السيناريو ونخرج من السيستم إلى مولود جديد هنلاقي نفسنا من اكتشفه ونتعرف عليه يا رب انهمنا الصواب وجعلنا يا رب نخرج من ان احنا نحاسب الناس على اشياء ما عملوهاش ونقدر نتخلص من حساسيتنا ونقدر كمان بمدى دك يا مولانا نخرج من كل الصور الزهنية اللي احنا حطينا للحياة الزوجية عشان ندخل إلى عالم نعمة الجواز اللي حضرتك أعطتنا فيه خير وبركة ونور كتير منا ما اكتشفوش يا رب اجعلنا من اهل البصيرة وجعلنا من اهل العيش بنعمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين ترجمة نانسي قنقر